عندما اخترع مادة الديناميت لم يكن ألفريد نوبل يعلم أن اختراعه لتسهيل أعمال حفر المناجم سيستخدم في أشرس الحروب حول العالم اختراع نوبل هذا طرح ازدواجية الخير والشر في أي تطور تكنولوجي مقبل الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم اليوم ليست بعيدة عن هذه الازدواجية ترويج شركات تكنولوجيا لزرع رقائق إلكترونية تحت جلد البشر يأتي في سياق نفسه في إشارة إلى أنها تسهل حياة الإنسان مؤسس شركة ووليتمور التكنولوجية الناشئة في لندن فويتشيخ بابروتا يقول أنه ابتكر ولا رقاقة دقيقة للغرس تحت الجلد في العالم تساعد في عمليات دفع المال بدون ملامسة واحتكاك ويؤكد أن فوائد زرع هذه الرقائق لا حدود لها وستكون شائعة في السنوات المقبلة مثل بطاقات الاعتمان تخيل مثلا أن يستغني البشر حول العالم عن العمولات النقدية وبطاقات الاعتمان وأن يدفعوا في المتاجر والمواصلات العامة عبر إشارة واحدة باليد فقط قد يبدو ذلك تسهيلا كبيرا لحياة الإنسان السريعة في القرن الحادي والعشرين ولكنه يثير في الوقت عينه تساؤلات مبررة بشأن تحكب شركة التكنولوجيا العالمية في حياة الأفراد وفي معلوماتهم الشخصية فضلا عن تتبع تحركاتهم من دون علمهم هذه التساؤلات كانت مطروحة أيضا بعد ترويج شركة سويدية متخصصة في تطوير وزرع الرقائق الإلكترونية البشرية لشرائح إلكترونية خاصة بالشهادة الصحية للملاقحين ضد فيروس كورونا وهو ترويج ناثر ريبة أصحاب نظريات المؤامرة الذين تهموا شركات التكنولوجيا بمحاولة التحكم عبر اللقاحات في حياة البشر خلال العام الماضي ترجمة نانسي قنقر